أحبائي المسيح تجسد فعلياً وأخذ جسد إنسان حقيقي الكنيسة الأولى كانت تحارب بدعة تسمى بدعة الغنصية لها طبعاً تفرعات كثيرة لكن من ضمن هذه البدعة لا تؤمن أن المسيح جاء في الجسد فالجسد مادة والمادة شر فابتدأت تعلم هذا التعليم ووصلت في بعض الأوساط طالماً أن هذا الجسد فلنأكل ولنشرب خلينا نمتع حياتنا لأن الله بهمه الروح فعالج هذه القضية يحنى وطبعاً الرسل والأباء الأوائل من بوليكاربوس وأباء الكنيسة إلى المجامع الكنسية حتى يضحضوا هذه البدعة وكأنه المسيح خيال أو هلامي يعني أنه ممكن تشوف صورته لكن مش جسد مش دم ولحم المسيح تجسد فعلياً المسيح ولد في بيت لحم لتتميم النبوة المسيح لم يخلق وهذا واضح من قانون الإيمان المسيحي نقول مولود غير مخلوق فطبعاً إن البدعة التي تجعل أن المسيح مخلوقاً وأنه مجرد نبي ضعيف وأنه مثل أي شخصية مثل آدم أو نبي نحن يعني أولاً عندما تقرأ الكتب بتشوف تفوق المسيح سمو المسيح ورفعة المسيح وهذا بدون أدنى شك بس أنا بتكلم على سبيل اعتقادك يعني كيف أنت تؤمن حقيقةً المسيح تجسد ولد يعني حبل به من الروح القدس تسع شهور وولد من المطوبة مريم العذراء ولد في بيت لحم فعلياً اختتنا بحسب عادات اليهود قديماً اختتن في اليوم الثامن وقدم في الهيكل كعادات اليهود حتى يقدموا ذبيحة ذبيح التطهير وفعلاً نمى كان ينمو في الحكمة والقامة القامة يعني جسدياً والنعمة عند الله والناس كان بينمو في نمو يعني بشكل متدرج من بيبي طفل لصبي لشاب يعني كان بينمو حتى يتمم مشيئة الله كان يروح كعادته على المجمع مجمع في الناصرة وهناك كان يقرأ سفر الشريعة وعندما ابتدأ خدمته كان يطوف في كل قرى الجليل كان يجول يصنعه خيراً كان بيصنع المعجزات كإنسان نحن نؤمن فعلاً تعب وعطش وجاع وكان محدود وكان عنده مشاعر اضطراب وصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني كإنسان اللهوت غير محدود وفعلاً قام من الأموات في الجسد قام في الجسد مش مجرد يعني تفسير روحي لهذا الموضوع ورح يرجع ثانية مجيء ثانية إلى الأرض كديان رح يرجع كمان في الجسد فإذن المسيح حقيقة تجسد عندما أراد أن يعبر رسول بولوس لم تسعوا الكلمات قال عظيم هو سر التقوى هاي الترنيم التسبيحة اللي كانت بتسبحها وبترنمها وبترددها الكنيسة الأولى واختصرتها بجمل واحدة الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً لأن الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الذي قال من رأاني فقد رأى الآب بعد سماع هذا التعليم ماذا عنك؟ طبعاً امتيازات كبيرة أن المسيح يقدم خلاص بس اسمع في مسؤولية كبيرة وخطر مخيف هو الوقوع بين أيدي الله الحي في يوم من الأيام رح يرجع المسيح كديان ورح يتواجه واجهاً لوجه ورح تعتحساب أنك سمعت هذا الكلام لكنك رفضته لكن أنا بدعوك أنك تقبل هذا الكلام وأسرع وسيلة أنك تصل للمسيح أقول له ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع أنا بتوجك رب على حياتي ومخلص شخصي ليه وتأكد أنه بيعطيك الخلاص والحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر